السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب اليوم هننهي اخر محاضرة في الشابتر الاول المحتوى متاع المحاضرة هذي هيكون اللي هو Scholar Product اللي هو اخر شي طبعا ايش المقصود بSolar Product لشان نتكلم مع Scholar Product هيكون يعني لازم يكون عندك فكتور مثلا A والفكتور B لو ناخذ فكتور A وفكتور B وزاوية تيت الامامة بناتهم هنرمز بالSolar Product بالDot يعني الDot هي ترمز لSolar Product الناتج هيكون طبعا هيكون اسمه هو Scholar يعني الناتج هيكون كمية هيكون عدد نسميها الDot Product يمكن نسميها Scholar Product ولا Dot Product ليش Dot Product جاية من الDot لأنها الرمز متاحه هو دوت طيب التيتا الزاوية هذي اللي هي الزاوية ما بين الفكتور A والفكتور B لما يكون عندك A dot B الناتج هيكون سكالر السكالر هذا هيكون الماغنيتو دون تاعة A في الماغنيتو دون تاعة B في الكوسائن تاعة الزاوية ما بين الفكتور B اللي هي الزاوية A يعني هذه هي A يعني Dot B بتكون A B كوسائن تيتا يعني القانون بيقول A يعني Dot B بيكون A B كوسائن تيتا وهي حتكون بشكل السكالر اللي هي يعني من خلال الرسمة شو بني يمثل الناتج هذا ويمثل العملية التنزيل العمودي على المحورة بتاعة الآي يعني التنزيل العمودي بتاعة البيع على الآي بتكون القيمة هذي اللي هي B كوسائن تيتا هي القيمة هذي طبعا نضربها في الآي ليش يعني هالآي لو كانت مثلا الآي هي واحدة حيكون واحد حيكون نفس القيمة يعني من خلال الرسمة يعني يعني الجسم والسكالر بروديكت هذا هو يمثل التنزيل العمودي يعني انت في النهاية لازم تعرف القانون هذا اللي هو A في البي كوسائن تيتا اللي هو سكالر ما هو بكتر اوكي بالنسبة للخاصية متاعت السكالر بروديكت لما يكون في الاحداثيات متاعه مثلا لو ناخذ البكتر A في البلان عفوا في الاسبايس هيكون عندك ثلاثة حديثة AX AY AZ والB نفس الشي هيكون عندك BX والBY والBZ هذا من الاحداثيات متاع كل البكتر لو ناخذ A dot B شو هيصير هنضرب كل الكمبرة مع كل الكمبرة يعني هنضرب AX مع BX هنضرب AY مع BY هنضرب AZ في BZ زي ما اكشفتين AX مع BX والAY مع BY والAZ مع BZ لو كانت هنا مثلا minus وهنا minus ناخذ بنفس إشارة ونجمحها من الثنين والناتج هيكون scolor اللي هو مثل نتيجة scolor طبعا لو ناخذ مثلا I والG والK هذن من الثنين في ثلاثة متعة المحاور X والY والZ لو ناخذ A dot I dot G بتكون طبعا النتيجة zero ليش لأن الزاوية من الثنين تسعين والكوصاين متعة تسعين هو كم يساوي سفر أوكي لو ناخذ I والK بيكون سفر والG والK سفر يعني لما يكون اثنين عمودين يعني يكون عمودي على فكتور الناتج متعة dot أو متعة scolor product بيكون سفر أما لما يكون هو نفسه مثلا I dot I أو J أو بيكون الناتج دائما بيكون unit اللي هو واحد ليش لأنه هذا المجلد تمتعه واحد واحد في الواحد في الكوصاين سفر لنا الزاوية بيكون واحد طبعا كوصاين متعة لشان كنا الناتج بيكون دائما واحد ويكون سفر لما يكون طبعا عمودي البكتور على هذا هو يعني التفسير متعة scolor product الحين هناخذ مثال بسيط وبيعطينا A والB بيقول لك سوي A dot B هذه القيمة متعة A وهذه القيمة متعة B كيف هنسوي ها هذي سهلة هناخذ الحل عندك A والB هنعوض الحداثيات متعة A هنعوض الحداثيات متعة B شو هيصير طبعا هنضرب 2 هنا في الواحد لأنه عندك A 2 في الواحد هنضرب الثلاثة في الماينس الاثنين شفتوا هنا أخذناها بنفس الشارع نفس الشارع نفس الشي هنضرب هنا الماينس الاثنين أخذناها بالشارع متاح ها بالاثنين طبعا الناتج النهائي بيكون جمح هم هذا ما كل الناتج بيكون ماينس 8 يعني ماينس 8 هي قيمة A dot B طبعا هنا بننتحي بالشابتر هذا وإن شاء الله تقابل بالشابتر الثاني وضبط إراءة الله والسلام عليكم ورحمة الله